تفاعل الأسد أنهايدرايد تفاعلات سهلة تفاعل الأسد أنهايدرايد لديه ثلاث تفاعلات التفاعل الأول سأضيف له ماء سهلة جدا سأكسر بهذا الشكل هذه الأكسوجينة سعبة لديها موجب تفاعل الأسد أنها موجبة لديها سالبة مباشرة سأكسر من هنا OH سالبة والH دائما موجبة سأحمل هذه السالبة وضعها مع الكربونة بهذا الشكل وهذه الH وضعها مع O إذن هنا تفاعل الحمد الكربوكسيلي والCH يتريد C double bond O وهو حمد الكربوكسيلي إذن أعود إلى أصله 2 أحمد كربوكسيلي 2 أحمد كربوكسيلي تمام سأضيف لها كحول ROH دائما تفاعل الأسد أنهايدرايد دائما تفاعل الأسد أنهايدرايد 3 أحمد كربوكسيلي 3 أحمد كربوكسيلي 3 أحمد كربوكسيلي 3 أحمد كربوكسيلي 4 أحمد كربوكسيلي 4 أحمد كربوكسيلي 5 أحمد كربوكسيلي 5 أحمد كربوكسيلي 5 أحمد كربوكسيلي 6 أحمد كربوكسيلي 7 أحمد كربوكسيلي 7 أحمد كربوكسيلي هون ممكن تكون هادو الجيناته ممكن تكون R حكينا برضو نفس الشي اكثر هادو ال H بتروح مع ال O بيعطيني حمد كربوكسيلي وهادو ال NH2 بترتبط مع الكربونة مباشرة تبعت الدبط بوند O بيعطيني أميد فصفة عندي ثابت حمد كربوكسيلي اذا اضفت مي بيعطيني أسد اذا اضفت كحول بيعطيني إستر اذا اضفت اشي فيه وامين بيعطيني أميد سهلة جدا جدا دعوني اكمل به اخر مشتق من المشتقات الأحماض الكربوكسيلي اللي هو الاميد اخر مشتق ما هذا الاميد؟ هو عبارة عن R C O O N ومحها اشياء اما هادو الجين او آرات احنا اللي رح ناخدهم هلا بس اللي محها هادو الجينات بس اللي محها هادو الجينات اذا R C O O N ومحها اشياء هذا مش جديد علينا بتفاعلات مشتقات الأحماض الكربوكسيليا كلها اعطتني اميد ارجعوا وراجعوها كلها اعطتني اميد تسمية الاميد برضو جدا سهلة لفعل ان غير من محها اميد وهذا H C O O O كانت O O O صارت NH 2 وهذا كان اسمه Formic Acid صار اسمه Form Amid او ميثان اميد إليها اسمين كمون و gab عشان هيك لازم نكم نعرف نسميه احماض الكربوكسيليا وهذا كان اسمه Asitic Acid C H C O O O H كان اسمه استic acid بس حطينا NH2 بدل OH صار اسمه أسيت أمد أو إيثان أمد طيب برضو هادي كانت OH بنزوك أسيت صار اسمها بنز أمد فيه كتب بتسميها بنزو أمد نفس الشي آخر مثال تاثرات كربون كانت OH بروبانوك أسيت صار اسمها بروبان أمد سهلة جدا هلأ تحضيرها حكينا ارجع للمحاضرات مشتقات الأحماض الكربوكسيلية كلها بتعطيني أمد كلها بتعطيني أمد تمام أول تفاعل المتفاعلات الأمد وبرضو سهلين جدا اللي هم الهايدروليسز تحللها بالماء شو يعني بدي أضيف لها مي كيف؟ RCWBONDONH2 هادي موجبة وهادي سالبة برضو المي موجبة سالبة السالب بروح برتبط مع الموجب والموجب بترتبط مع السالب بتصير RCWBONDONOH بترجع حمد كربوكسيلي كلها بالتميؤ كل المشتقات بالتحلل بالماء بترجع إلى حمد كربوكسيلي وهادي بترجع NH2H طب إذا كانت هون R نفس الأشي هادي الهايدروجين بتاخدها بترتبط بالنيتروجين فإحنا حكينا ما رح ناخد إلا اللي بمحة H2 فالسالب بروديكت الثانية رح تكون NH3 أمونيا أمونيا إذن بالتحلل اللي بيعطيني حمد كربوكسيلي أمونيا طبعا في الامتحان كل المشتقات الأحماض الكربوكسيلي والأحماض الكربوكسيلي أنا ما بقدر أرسم لك double bond O بهذا الشكل لازم تيجي جنبها هاي مهمة ما بقدر أنا أرسم بهذا الشكل C double bond O يعني هادي رح أرسمها لو بدي أرسمها أنا بالامتحان تجيك CH3 مثلا هادي CO NH2 بهذا الشكل رح تيجيك لأنه بالمنصة ما بقدر أدخل structures عشان هيك يمكن أن تصدمتوا بالامتحان أنا شرحت structures وما جبت structures ما جبت رسمات لا بنزين ولا CIS ولا TRANS ولا كل هذا الحكي لأنه المنصة ما بتدخل أشكال ماما بتدخلش يعني أنا ما بقدر أرسم C double bond O فوق لحالها NH2 أو حلقة بنزين عليها أكتر من إضافة بقدرش دائما حلقة البنزين إما بها تكتبها بنزين أو بدا أكتبها فينل بقدرش أكتبها إشي أو بنزل بقدرش أكتبها أو أرسمها رسم تمام إذا نتعلم نتفرج على المثال CH3 C double bond O NH2 بوجود الماء مباشرة هذه بها ترجح حمد كاربوكسيلي وهايدروجين بتردخل مع NH2 بتعطيني أمونيا NH3 التفاعل الثاني والأخير اللي هو الـ Reduction اختزالها تعني تفرض من الشكل أصلا RC double bond O NH2 أي عامل مختز الليثيوم ألمنيوم هايدريد صوديوم برو هايدريد اللي بدكية وجود الإيثر رح نشيل بس double bond O اللي هون ونحط مكانها هيدروجينتين لأنه الإختزال إما بدي أضيف هيدروجين أو بدي أقلي الأكسجين أو التنتين هاي بشيل الأكسجين أبحط مكانها هيدروجينتين أي إيشي تاني ما بقدر أختزله هذا الشكل بيعطيني أمين اللي هو الوحدة الجديدة اللي رح نبلش فيها إن شاء الله المحاضرة الجاي مثال CH3CH2C double bond O NH2 عامل مختزل بوجود الإيثر ناسي أكتبها بشيلة double bond O هادي بوقت وما كانها هيدروجينتين بسير أمين وأمين أولي آخر نقطة ترتيب مشتقات الأحماض الكربوكسيلية حسب الرياكتيفتي حسب نشاطها أنشط شيء الأسل هالايد أو الأسل كلورايد نحن حكينا معظم الأشياء رح تكون كلور بعدها أقل شيء أقل منها الأسل أنهايدرايد أقل منها الأسل وأضعف شيء بمشتقات الأحماض الكربوكسيلية الأمد أضعف شيء بمشتقات الأحماض الكربوكسيلية الأمد وأقوىها الأسل هالايد الترتيب هذا لازم يكون حافظينه يعطيكم العافية هيك بنكون خلصنا الوحدة ما قبل الأخيرة